خلالنا نواجه الموضوع كلنا مرين بهذا الوضع دائما دائما يقول لك الناس كيف أرجع الشغف الشغف ما هو أهم من الفضول كيف يعني ما هو أهم من الفضول الفضول هو أهم من الشغف الفضول لما تحاول أنك تعرف كيف الكاميرا تتصرف كيف العديد تتصرف كيف تستخدم الإطاءات تبدأ تجرب هذا هو الفضول مو الشغف الشغف أنك تبغى تدخل المجال هذا الشغف أحس أنه مرحلة قبل أنك تدخل مجال التصوير وكلنا مرين في هذا الموضوع لذلك أنا بعطيكم بعض النصائح من عندي ممكن أنها تساعدك أول وحدة دائما حط كاميرتك عندك قدام لا تحطها في درج لا تحطها في مكان لا تخبيها في أي مكان ثاني دائما خل كاميراتك وعدساتك دائما ظاهرة لك حتى أنك تشوفها بشكل مستمر الشيء الثاني دائما إذا طلعت راح تجيد شيل كاميرتك وإضاءاتك وعدتك كلها معك إذا ما تقدر تشيل كل شيء على الأقل اختار لك كل أسبوع عدسة واحدة إذا كان عندك عدسات لا تخلي الكاميرا دائما بجنبك بعض الأحيان يمر عليك وقت تفضى ما عندك شيء تأخذ الكاميرا تقلب بعض الأشياء ببعض المينيو وتتعلم هذه المواصفة كيف تشتغل بعدها تدخل على موضوع أنك تبدأ تصور الأشياء اللي دائما تظهر لك قدامك بولدك، بنتك، قهوة، كوب، سما، مبنى تبدأ تصور بشكل مستمر لأن الكاميرا دائما معك فبطل أنك تصور بالجوال وخلي الكاميرا دائما بجانبك دائما خلها بجانبك لأن بعض الأحيان لازم تحفظ المينيو والمواصفات وتتعود يدك على مسكة الكاميرا تتعود يدك على مسكة الكاميرا كيف تضغط، كيف تشغل، تصير الكاميرا تتحكم فيها بيد وحدة بدون ما أنك تطالع وتشوف هذا يشغل، هذا يطفل وتحفظ الأزارير من كثير ما تكون معك الكاميرا يعني أنا أقدر أقول عنها أنها زي ريموت البلاي ستيشن كيف ريموت البلاي ستيشن؟ أول ما أخذتك أن تشوف وين مثلث مربع وإكس ودائرة بعدين خلاص يدك احفظت هذا الشيء فيه معلومة جدا مهمة دائما لا تستمع إلى الانتقاد فيه يقول لك واحد انتقاد بناء وممكن انتقاد هدام أنت في مرحلة التطور أنت في مرحلة أنك أنت تنتبه لنفسك أنك تحاول ترجع هذا الشغف تحاول ترجع أي شي عندك أنت تبغى تدخل مجال التصويق لذلك حاول أنك أنت تتبع هذه الخطوات وبعدها تبدأ تكتشف الأشياء والأسرار الموجودة في كاميرتك كثير من الناس أواجههم ما يعرف المواصفات الموجودة في كاميرتها يقول لنا كيف أدخل على الخاصية هذه؟ كيف أغير الفريمات؟ كيف أغير إلى درجة أنه في ناس يسألون كيف يغير فتحة العدسة؟ ما هم عارف كيف يغير فتحة العدسة؟ لأن الكاميرا دائما كانت بعيدة عنها وخلونا نكون صريحة مع بعض حتى حنا المحترفين نمر بمراحل بعض الأحيان أننا نقول لنا ما نبغى نصور بعد فترة نطفش ونبغى نصور شيء ما يهم إيش تبغى تصور المهم أنك أنت تطلع تصور وما يهم هل هذا يعني يدخل الفلوس أو لا المهم أنه يعطيك فرح وسعادة أنك أنت سويت هذا الشيء أنا ما يهمني إذا كان عندك استوديو ولا ما كان عندك استوديو أهم شيء أنه عندك كاميرا عندك عدسة تقدر تشتغل فيها مهما كانت نوع العدسة مهما كان نوع الكاميرا حاول دائما تخلي كاميرتك في الشنطة وتشاهدها دائما معك وتصور فيها على سبيل المثال أنا كان معي زد خمسين وكانت تحت مرتبة السيارة بالضبط مع أني عندي زد سكس وعندي زد سكس تو وعندي زد ناين لكن الزد خمسين دائما أخليها معي مع أنها أقل مواصلات من الزد سكس وزد ناين أكيد لكن بعض الأحيان أحب تكون معاي كاميرا خفيفة كذا أنقلها فهوين نا رحت لذلك تبطل وقتها أنك تصور بالجوال وتبدأ تصور بكاميرا عادية لما تصور بكاميرا عادية وطالع الصورة الموجودة بالجوال وطالع الصورة الموجودة بالكاميرا العادية بتكتشف ذاك الوقت انه هذا تصوير ايفو وهذا تصوير كاميرا وبتلاحظ الكواليتي اللي موجود عندك بعد فترة بتبدأ تعرف انه فيه شيء اسمه فريمينج او تعرف انه فيه شيء اسمه تأطير او اطار او تكوين تسميها زي ما تحب تستخدم الشاشة وتقول لنفسك الصورة هذه او الفيديو هذا ايش يعني قبل ما تصور ووقتها انه كانت تبدأ ايش تفكر بما هي هذه الصورة واش توصل الرسالة هذه الصورة من هنا تبدأ ايش يكون عندك فلسفة فوتوغرافية قبل ما تضغط زر الشتر او الغالق تبدأ تفهم هذه الصورة ايش توصل رسالة مثل المصورين الصحفيين دائما يوثقون اللحظة فهنا نتكلم عن توثيق اللحظة اللي انت تبغى تصورها ايش توثق هل هو شكل جمالي هل في قصة خلفها هل هو شكل فوتوغرافي ارت مثلا يعني على سبيل المثال تبغى تقول قصة من خلال هذه الصورة دائما حط هذه الفكرة في بالك لكن اذا كنت مصور مباني مصور لاند اسكيب مصور بورتري فما يعني هذا المصطلح اي شيء لا تحاول تدخل نفسك فيه انه مثلا تصور بورتريه ويش البرتريه كيف اوصل رسالة خلال بورتريه لا انت ما توصل رسالة خلال بورتريه انت توصل مهارتك خلال تصوير البورتريه وامكانياتك خلال بورتريه فكل شيء لا مسمى وكل شيء لا اطار نقدر نتكلم عنه شيء الاخير اللي ودي اختم فيه دائما 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 حاول انك تتعلم على كاميرتك اتجرب المواصفات اللي موجودة اتجرب الفلاتري اللي موجودة في الكاميرا اتجرب بعد سرعة الشتر ايش يسوي سرعة الشتر سرعة الشتر اذا رفعتها واذا نزلتها لو رفعتها في النهار لو نزلتها في الليل ايش اللي بيطلع عندي صورة وجرب الآيزو اللي عندك شوف المواصفات اللي بالآيزو صور على آيزو 100 400 800 1600 وراجع الصور هذي بعدها بتعرف امكانيات كاميرتك وين تقدر ترفعها مثلا بالآيزو في كاميرات لما ترفعها 400 بيبين عندك نويز وفي بعض الكاميرات لم توصل الى 4000 ما يبين فيها نويز هذا على سبيل المثال وبس هذا كله اللي عندي واتمنى ان هذا الفيديو يعني يفيد الجميع شوفكم فيديو ثاني ويخوكم سوى مبليه في امان الله موسيقى موسيقى